مكتب رئيس مجلس الوزراء تضمن الدفعة السابعة من البرنامج كل منه أسامة جميل الصادق من هيئة الكهرباء والماء بدر عبد المجيد الشيباني من معهد البحرين للؤلئ والأحجار الكريمة دانات وحسن حيدر إبراهيم من شركة نفط البحرين بابكو وخالد أحمد النعمة من شركة مطار البحرين وزهر عبد الله الشماع من صندوق العمل تمكين وسلمان حسن الساعات من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعود يوسف تلفت من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وسوسن عمار منديل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشيماء شوقي المير من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وصباح طارق الجلاهمة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفاطمة عباس أحمد من صندوق العمل تمكين وفاطمة سعيد العرادي من مركز الاتصال الوطني ومحمد عبد المجيد العواضي من وزارة الصحة ومحمد خالد نور من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومصعب علي الخالدي من وزارة الداخلية من جانب هنأ سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء جميع المقبولين في الدفعة السابعة الذين اجتازوا المعايير المطلوبة بنجاح معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والتميز خلال فترة انتدابهم لدى المكتب وأكدا أن البرنامج جاءت امتدادا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أهمية تطوير الكفاءات الشابة وتنمية قدراتهم القيادية وموصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية تحقيقا للتطلعات المنشودة ونوها المالكي بأن مخرجات البرنامج خلال الدفعات السابقة برهنت على ما يتميز به أبناء البحرين من حب للتحدي لا يتوقف بانتهاء فترة البرنامج بل يمتد لموصلة رفض الخطط والمبادرات في مختلف الجهات الحكومية والتي ينتسبون لها وهما يشكل دافعا للجميع للاستمرار بالعطاء والإنجاز وتحويل كل التحديات إلى فرص مستقبلية بكل إبداع وابتكار لتصب في صالح الوطن وأبنائه مشيرا أن البرنامج يتيح فرصة لتنمية المهارات واكتساب المزيد من الخبرات على مختلف الأصعدة بما يسهم في رفض كافة المساعي التطويرية في القطاع الحكومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر